موسيقى من كان عند الصليب مع يسوع خلي في بالك عندما أصدر الحكم بلاطوس أخذوا المسيح للجلد وأيضا للصلب كان في دار الولاية رؤساء اليهود والمجموعة التي أجت مع رؤساء الكهنة وكانوا يصرخون أصلبه أصلبه كان هذا في الصباح الباكر فعندما ابتدأ المسير والمسيح حامل الصليب طبعا الناس ابتدأت تشعر أن هذا يسوع الناصري اللي قالوا عنه من ناصرة الجليل فابتدأوا يكتشفون أنه فيه شيء عام بيحدث في إنجيل لوقة إصحاح 23 آية 27 لآية 31 مكتوب تبعه جمهور كثير من الشعب مكتوب أيضا والنساء اللواتي كنا يلطمنا وينحنا عليه هذه المجموعة بيتكلم عنها جمهور غفير مش موافقين مع اللي حدث في فترة الصلب في أيام طبعا يسوع المسيح فهذه المجموعة كانت بتسير مع يسوع فعلا كانت في ألم في حزن وأيضا عند الصليب كانوا من بعيد أيضا جمهور اللي كانوا بيقرعوا على صدورهم وهذه علامة الحزن والتوبة أيضا فإذا المسيح كان حامل الصليب وعندما سقت تحت الصليب جاءوا بواحد اسمه سمعان القيرواني وحمل الصليب عن يسوع المسيح طبعا صار في نوع من الراحة نوعا ما فوجه أنظاره إلى الجمهور اللي كان بيمشي معاه وجه الكلمات يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وبيتكلم عن شو فعله في العود الرطب ثم يتنبأ وهو في حالة الصلب قال طوبة للعواقر وطبعا العاقر بحسب العهد القديم يعتبر لعني من الله لكن في الحالة اللي بيتكلم عنها يسوع وطبعا أعتقد أنه في سبعين ميلادي لما حاصروا القدس وكانت في حالة مأساوية شديدة جدا الجثث اللي كانت داخل المدينة كانت رائحتها نتنة وكثير من الناس أصيبت بالجنون بعض الحالات نساء طبخنا أولادهن ففي هذه المرحلة المفروض أن الناس تهرب فالست الحامل أو الست اللي عم بتردع صعب جدا واللي عندها أولاد طبعا يعني صعب جدا تشوف أولادها يأخذون للسبي ويبعون في سوق النخاسة فكأنه بطوب العاقر يعني اللي ما خلفت على أساس ممكن تقدر تتحرك ثم يصرخون للجبال بتكلم عن دينوني فظيعة جدا انفعلوا في العود الرطب كم بالحري ماذا سيحدث لهذه البلدة ثم كان عند الصليب المجتازون يجدفون يا ناقد الهيكل وبني خلص نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب رؤساء الكهنة طبعا أخذوا جزء كبير من الشمات والاستهزاء يرون المسيح معلق كأنه انتهى كل شيء وقالوا رؤساء الكهنة طبعا بشماته خلص آخرين أما نفسه فما يقدر أن يخلصها انزل حتى نؤمن أنك فعلا المسيح أو ابن الله لكنهم لم يدركوا الآية أو النبوة اللي بتتكلم أنه سر الرب بأن يصحقه بالحزن ثم الجند الروماني ابتدأ يستهزئ حتى اللصان كان يعيرانه واحد كان يجدف لكن اللص الآخر تاب وآمن بالمسيح لكن الجدير بالذكر أيضا أنه يحنى ومريم كانوا عند الصليب خلي في بالك العادات القديمة أنه النساء ما بيكونوا عند موقع الصلب فبيكونوا من بعيد على ما يبدو عندما انتهى كل شيء اقتربوا أكثر وهون أخذ وقت المسيح حتى يشجع أمه ويشجع يحنى وطبعا لأنه المسيح هو الابن البكر فاستودع أمه القديسة مريم في يدي يحنى التلميذ الحبيب هو ذا أمك وقال لمريم هو ذا ابنك وطبعا المريمات الأخريات اللي كانوا بينظرنا حالة الصلب لا نعرف كثيرا عن التلميذ لا يسكوا الكتاب لكن على الأرجح هربوا من هذا المكان اشتركوا في القناة